اهلا بكم مشاهدنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد عبر قناة المرابطون المقاربة الموريتانية في ندوة واكشوت حول ثقافة السلم والاعتدال في مواجهة التطرف العنيف ندوة نظمة بن واكشوت بمشاركة وجوهنا من دول الخارج وباحثين موريتانيين في محاولة للتأصيل المقاربة الموريتانية لمواجهة التطرف والغلو معنا لسبر أغوار هذا الموضوع السفير السابق المختار الداهي أهلا سعد السفير أهلا بكم سعد السفير ربما يطرح البال لأي مراقب هو المقاربة الموريتانية ماذا عن هذه المقاربة الموريتانية في موضوع وتحدي العصر الغلو وتطرف المقاربة الموريتانية كانت هناك استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب معروفة فيها شقان شقون ناعم وشقون صلم شقون ناعم وكل السياسات القطاعية والكلية التي من شأنها تخفيف منابع التطرف معناها تخفيف منابع التوريد للتطرف كل السياسات الهدفة إلى الحد من البطالة إلى الحد من البقر إلى الحد من الفوارق الاجتماعية إلى زيادة داخل الفارد إلى الصحة إلى تحسين التعليم كل هذه السياسات كلها الهدف منها هو طبعا إسعاد المواطني وإسعاد المواطني يعني بشكل آخر تجريف منابع تطرف البعد الثاني أيضا من الشق الناعم من المستراتيجية الوطنية المحاربة الإرهاب هو الحوار مع السلفيين والجهاديين الموجودين في السجن ذلك الحوار الذي أشرف عليه الحكومة وقاده كبار علماء البلد مع السلفيين وأعطى نتائج طيبة على ما أعتقد فإن أربعين منهم أعلنوا توبتهم من هذا الفكر وهذا التطرف وأطلق صراحهم ومبلت لهم الحكومة مشاريع تنموية وأصبحوا الآن مواطنين عاديين نشطين في الحياة المدنية مواطن أعتقد أن الجهات المختصرة صدت ردة واحد منهم وفقط هو الذي ارتد من التوبة ورجع إلى الحركات الجهادية خارج البلد ويشاع أن في إطلاق صراحه ربما لا أدري على كل حال أقف عند هذا الحد الشق ناعم هو هذا الشق الصلب وهو الذي يتحدث الناس عنه كثيرا وهو التجربة الموريتانية الأكثر مقرؤية وإن كان الشق الناعم أكثر مقرؤية لكن الشق الصلب العسكري والأمني أكثر مقرؤية من الأكيد أنها إعادة ترتيب المنومة الأمنية والعسكرية لبلادنا تكوين للأفراد وتجهيزة بالمعدات ورصداً للحركات الجهادية وتأميناً للحدود وأيضاً جمعاً للمعلومات حول هذه الحركات المتطرفة من الأكيد أن كافة المراقبين الدوليين والإقليميين الآن يشهدون بكفاءة القوات الأمنية والعسكرية بما يعني نجاح الشق الصلب من المقاربة الموريتانية لمحاربة الإرهاب نعم سعد سفير هذه الندوة التي أختمت اليوم في نواك شوط أنتم شاركتم فيها سعد سفير وكان هناك إقبال ربما يقول مراقبون من الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس كيف تقرأ هذه النقطة؟ شوف هذا لا يحتاج إلى قراءة هذا فيه معلومة يجب أن يطلع عليه إنه يجب أن يطلع الناس لا يتوجس أحد قفة من الشيء هذا الملتقى تم بالشراكة بين وزارة الخارجية الموريتانية ووزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في إطار عدة ملتقيات يتم تنظيمها قبل قيمة مرتقبة في الولايات المتحدة حول الإرهاب لذلك لا ضربة في هذا الأمر ليس جديداً أن يكون ليس شيئاً أن الولايات المتحدة كانت الأكثر حضورة الأمر يتعلق بأن هذا الملتقى تم تنظيمه بالشراكة بين وزارة الخارجية الموريتانية التي انتدبت المركز الموريتاني للدراسات استراتيجية في حيادة دحان الله عبد المحمود لكفاءته في تنظيم هذا النوع من الملتقيات ولأنه نظم ملتقاً سابقاً في هذا المجال ووزارة الخارجية الأمريكية التي أيضاً كانت تمزيلها تمزيلاً رفيعاً على المستوى هناك مساعدة وزيرة المكلفة بالشؤون الإبريقية ومساعدة وزيرة المكلفة بالأمن الداخلي وهناك خبراء أمنيون والسياسيون الأمريكيون حضروا بالإضافة إلى نورائهم الموريتانيين من خبراء الأمنيين والعسكريين والباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين أعتقد أنه إذا طلع الموريتانيون على مضامين الندوة سيعرفون أنها مقاربة كلياً جديد هذه الندوة ربما هو كلمة التطرف العنيف أعتاد الناس أن يسمعوا كلمة الإرهاب لماذا الآن التطرف العنيف؟ هذا مصطلح جديد ربما تم تفريقه في الولايات المتحدة الأمريكية وتبنته أيضاً منظمة الأمم المتحدة لتعريف ما يسمى سابقاً الإرهاب وهو شيء جميل ربما هي لفتة إعادة الاعتبار إلى المسلمين في هذا المجال لأن الإرهاب في السنوات الأخيرة طالما ربط بالمسلمين كان محاربة الإرهاب كانت حصانة طروادة لمطاردة المسلمين لحقة الإسلامي والمسلمين وكانت عنواناً الإسلاموفوبيا والصدام الحضارات والاستعلاء الغربي الحضاري على المسلمين لذلك ربما يكون أكثر لنا الآن استخدام تطرف العنيف عبارة التطرف العنيف لكن دعني هنا أقول لك أن تطرف العنيف لا يعني الإرهاب وحده معناها لا يعني التطرف الديني وحده معناها بشكل أو بآخر لا يعني التطرف الديني الإسلامي وحده التطرف العنيف كلمة الشئتة كما يقول أحد الفلاسفة كلمة حقيبة أم فاليس يحوي الكثير من الأشياء لأن تطرف العنيف في تطرف ديني عموماً والتطرف العنصري وتطرف الشرائحي والتطرف المناطقي والتطرف الإجرامي كل تطرف من أول مرة يرجع للعنف أو لا يستبعد العنف للحصول على منابع سياسية أو شرائحية أو عنصرية أو غير ذلك هذا هو التطرف العنيف هذا هو تعريف التطرف العنيف إذن جديد هذه الندوة هو هذا المصطلح هو هذه المقاربة الموريتانية أيضا التي كنا في هذه الأيام نسائل المقاربة الموريتانية السابقة معناها الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأرهاب التي تكلمت عنها ابتداء إجابة على سؤالك والتي فيها شقاني شق ناعم وشق صلب أمني وعسكري كنا نسائل هذه الاستراتيجية كان الموريتانيون يعرضون استراتيجيتهم وأبعادها على هؤلاء المشاركين كنا نناقشها نحينها إضافة وحذفا ونلائمها أيضا مع هذا المصطلح الجديد ومع هذا التطرف العنيف سعد سفير هل نسير إلى القمة المتحدة بالخمس عشر في سبتمبر الشهر الجاري بأقدام ذابتة؟ إن كنت تقصد الدولة الموريتانية والحكومة الموريتانية بالمقاربة الموريتانية على كل حال هناك دائما مؤشرات حتى نقول الأقدام من السهل أن يقول أحد نحن نسير بأقدام ذابتة لكن هاتوا برهانكم إذا شئتم إن كنتم الآن ترون أن المقاربة الموريتانية بشقها الناعمة أتت هذه النتائج وبشقها الصلب أصبحت المظلومة الأمنية والعسكرية الموريتانية مظلومة مذلى في شبه المنطقة الجيش الموريتاني جيشه الآن يشهد بكفاءته يخاف ويرهب ومنذ سنواته الآن على الأقل تم تحييد الخطر الأرهابي والأمني عن داخل البلاد هو خارج البلاد الآن إذن كل هذه نتائج تجعلني وأستطيع أن أجيب على سؤالك بأننا نسير إلى هذه القمة بخطة ذابتة ربما بنموذج يمكن أن نعرضه على هذه القمة لا أقول أحسن نموذج لا أستخدم العبارات الكبيرة فأقول إنه أحسن نموذج في المنطقة وأنه درس وأنه مذل لكن أنه على كل حال تجربة يمكن أن يقال إنها ناجحة وتستطيع أن تستحق العرض بأقدام ذلك أيضا سعد السفير أنتم كنتم موجودين في الندوة وكان هذا الانسجام والنقاش متبادل بين الوجوه السياسية الذكرية الثقاذية وحتى العسكرية سواء من البلد أو من خارج البلد من دول الجوار وغيرهم كيف تقرأ هذا الجسر ما بين العسكري والثقاذي والسياسي وشخصيات كلها؟ لكن لحال أقرأه بأن الأمر مقالب محاربة الإرهاب محاربة التطرف العنيف مقاربة متعددة الأبعاد للأمني والعسكري فيها دور اللحظة معناها المعالجة اللحظية للشعر وللاقتصادي والاجتماعي فيها دور الاستشرافي والدور الوقائي الأمني والعسكري الدور العلاجي والاقتصادي والاجتماعي والفكري والديني والإسلامي دور الوقائي لذلك لا غرابة أن يكون هذا التكامل ثم لا غرابة أن يكون أيضا التكامل بين دول الجوار ودول العالم كله لأن الأرهاب وتطور العنيف أصله لا يعرف الدول ولا يعرف الحدود وهو عابر الحدود لذلك لا غرابة أن تكون المقاربة متنوعة متعددة يختلط فيها المثقف والمفكر والعالم الشرحي والعالم الاجتماعي والأمني والعسكري والمالي والاقتصادي ثم أيضا يختلط فيها يتنظم فيها هذا من الجزائر وهذا من المغرب وذاك من المالي وذاك من النجر وذاك من الأقصام الولايات المتحدة الأمريكية لأن المقاربة هي هذه يجب أن تكون مقاربة متعددة لأبعاد عابرة للحدود لذلك لا غرابة أن ترى ما وراء الحدودنا يشاركنا لنا الرأي ولا غرابة أن ترى أيضا فوسيف ساء المشهد الوطني حاضرة في نقاش هذا الأمر الذي هو متعددة لأبعاد حقيقة أيضا التي استوقفتني حقيقة سعد السفير هو ربما الحديث الآن لكن لكن أنت تحدثت عن انسجام لا أقول لك أن الانسجام كان كاملا كانت هناك آراء الاختلافات صحيح كانت هناك آراء ربما متعددة في بعض الأحيان كان هناك من يقول بشيء وآخر يقول بشيء غيره تعدد الرؤى تعدد الرؤى لكن كان ذلك في جو من السكينة والوقار وتبادل الآراء والرأي والرأي الآخر في هذا المجال وهذا سعد السفير ما قال بعض المراقبون هناك في القصر اليوم في نقاش معهم أنهم يتوقعون حوارا ذاني مع سجناء السلفين لأنه كان هناك ورقة أعدت من بعض المحسوبين على التيار السلفي ووضعات بما يعني أن هذه المقاربة قد تؤتي أكرها في هذا النقاش على شخصيا لا أدري ولا أستبق ولست من الجهة المنظمة لهذا 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 ولست لآن ولا أتكلم بصفة رسمية لكن توقعتي أنا أنه بما أن الشق الناعم المتعلق بالحوار أعطى نتائج وبما أن هذه النتائج تم عرضها ونقاشها فلمنا نكرر الكرة أيضا فنحصل على نتائج أخرى أنا لا أستبعد ذلك بل ربما يكون واردا وجهة جميل سعد سفير الآن التوصيات ربما يطرح السؤال عن هذه التوصيات هل فعلا سنجدها على أرض الواقع أم أنها ستسير في فلك فقط التوقعات والأمان على كل حال هو لنكون واقعيين المتقيات والمؤتمرات هكذا هناك من التوصيات عموما المؤتمرات الناجحة تلك التي تجد توصياتها الطريقة إلى التنفيذ وإلى الميدان عاجلا وكليا من نسبة 100% لكن أيضا هذا قليل جدا من المؤتمرات يكونوا هكذا أنا أتوقع لمؤتمرين من هذا لم أسمع بعده لم أطلع بعده على التوصيات لكن أتوقع أن تكون توصيات عملية واقعية قابلة للتنفيذ وإن تجد النورة قريبا سعد سفير أنت كنت موجود في القصر انطبعتك عن القمة وكنت من المشاركين يعني شاهد تكثر دوات تناقش تحلل وغيرها من الأرى التي أطيها طبعا أنا شاركت هكذا مشاركة من نوع ما في هذا المتقى انطباعاتي أنه من ناحية التنظيم والتحضير من حيث نوعية المشاركين كانت على كل حال يمكن أن أقول قمة الموريتانيين كانت موجودة في هذا بكل المجالات العلوم الشرعية هناك الشيخ عبدالله بن بي الذي له شهرة عالمية كان حاضرا في هذه النقاشات وفي المحاضرة وكان هناك أيضا علماء موريتانيون آخرون ثم كان هناك أيضا رموز من عمل السياسي الوطني وكان هناك أيضا مثلون عن المؤسسة العسكرية والمؤسسة العلمية ورواد في مجال الإعلام مجددون ومبدعون كان هناك إذن المقاربة أعتبر أن عينة النخبة الموريتانية كانت موجودة هناك وأنها ناقشت خلال يومين أوراق عمل رفيعة المستوى لذلك أتوقع أن تكون المخرجات أيضا رفيعة المستوى وأن تكون مخرجات عملية قابلة للتطبيق لذلك أنا راضي عن مستوى التنظيم راضي عن مستوى المشاركين التوقيت التوقيت واضح أنه آخر الملتقيات التسخينية أمام القمة التي ستتعقد في سبتمبر ولذلك التوقيت بمعنى أن بقية الدول وضعت أيضا مقارباتها تجاه هذه القمة التي يعول عليها الكثيرون كيف ترى موقع وتموقع المقاربة الموريتانية والتي يقول بعض المعالقون سياسي من البلدان الأخرى أنها قوية بنفاتها وأوراقها بين هذه المقاربات ككل مرة أخرى لا بد من المعايير حتى يمكن أن تقدر أو تقطي حكما على مقاربة ما عناصر قوة المقاربة الموريتانية أنها خلال الخمس سنوات الأخيرة استطاعت أن تجنب البلد ضربات الحركات الجهادية داخل حدود حوزة ترابية البلد لذلك هي مقاربة كلية في شقها الناعمة أدت إلى نتيجة استطاعت أن تجعلها أربعين شابا يتوبون ويندمجون ويعادوا إدماجهم في الحياة العامة ثم أيضا ما لا يعلمه الناس أنه في حدود علمي ربما توقف اكتتاب الشباب الموريتانية داخل هذه الحركات الجهادية أو كاد يتوقف لم نعد نسمع كثيرا عن موريتانيين التحقوا نسمع بذلك الجيل الأول الجيل الثاني لكن منذ خمس سنوات لم نعد نسمع بموريتانيين شباب التحقوا بهذه الحركات الجهادية في الساحل والصحراء حتى أننا لا نسمع أيضا عن موريتانيين في تظنم الدولة الإسلامية في العراق والشام ولا نسمع عنهم بماكنة أخرى بما يعني أن الاستراتيجية الموريتانية استطاعت أن تحيد القطرة داخل الحدود واستطاعت أيضا أن تقلل كثيرا من اكتتاب الموريتانيين داخل الحركات الجهادية لذلك إن شئت هذه المؤشرات فإن المقاربة الموريتانية مقاربة ناجحة وتستحق العرض هذا تأكد إذا قارننا مع دول أخرى من الجوار اكتوت بنار هذه الحركات الجهادية وبضربات هذه الحركات الجهادية وشبابها أيضا هم وقود هذا العمل التطرفي الإرهابي بما وراء حدود هذا البلد نعم بعد الفاصل مشاهدين الكرام نواصل مع سعادة السفير المختار والداهي نقاشنا حول ندوة واكشوت حول الخطاب العنيف وذقافة السلم والاعتداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج المشهد ضيفنا هو سعادة السفير المختار والداهي موضوعنا هو ندوة ثقافة السلم والاعتدال ومحاربة خطاب التطرف العنيف التي عقدت في نواكشوت سعادة السفير مشاركة العلامة عبدالله بن نبيه وخطابه بالأمس كيف تقرأ هذه المشاركة والإقبال على هذه القامة العلمية الكبيرة التي توصف بأنها رمز للوساطية والاعتدال لكن لحال مشاركة العلامة عبدالله بن نبيه الآن ومن قبل وأيضا كان أحد كبار علماء وأعلام المسلمين وهو اليوم ولا ضرور أن يشارك في ملتقى عنوانه الثقافة السلم والاعتدال وهو الذي يرأس المنتدى العالمية للشيء ثقافة السلم والاعتدال سيما إذا كان تنظم هذا المؤتمر في بلده وفي وطنه الأم لذا مع ذلك فإن حضوره كان إضافة نوعية وكلمته أيضا كانت الكلمة المفتاحة في هذا المؤتمر والكلمة النبراس التي وجهت النقاس ووضعت الأصبع أيضا على مواطن الخلل استوقفت فيها لماذا التطرف أساسا بالإسلام لماذا هذا الفهم السقيم وكيف رد عليه الشيخ رد عليه من قبل ووضح بعض الرد عليه في مداخلته المفتاح مداخلته التأصيلية التأسيسية خلال جلسة الافتتاح لذلك فحضور العلامة عبدالله بن مبي كان إضافة نوعية رفعت من مستوى المشاركة بهذا وهو تقول أعطات الإيقاع من بعد أعطات إيقاع هذا الملتقى لذلك من بعده كل المتدخلين أجزموا أنهم حاولوا أن يربعوا من مستواهم حتى لا يكونوا أدنى كثيرا من مستوى مداخلة الشيخ التي كانت مداخلة المفتاح والتأصيل والتأسيس لكن دعني أقول لك بأن مسألة التطرفي هذه والتي تنسب إلى الإسلام تطرف الإسلامي تطرف الديني الإسلامي هذا فيه غلط الحقيقة لا أقول الحقيقة رأيي أن التطرف الديني موجود في كل الديانة وتطرف الديني وأصله انحراف فيكري في فهم الدين خصوصا فيما يتعلق بأمرين بالدين علاقة الديني بالآخر المخالفي في الدين وعلاقة المتديني أيضا بالنزاع على السلطة هذا هو أصل انحراف الفكري في كل الديانة في الدين الإسلامي في الدين اليهود وديانات encouraging بالدين اليهودي بالدين المسيحي هناك أصوليون في المسيحية وأصوليون في اليهودية كما هناك أصوليون عندنا لكن هذا التطرف يكون نائما غالبا وأنصاره قليلون شيعته قليلون عادة أنصاره قليلون شيعته قليلون ويكون نائما لكن له موقضات هذه الموقضات ما هي؟ هي الغزو الأجنبي هي الاستبداد السياسي هي ظلم الاجتماعي لذلك لماذا لا يوجد تطرف والله ليس التطرف المسيحي واليهودي الآن مقرؤية لأنهم هناك في الدول الغربية المسيحية استطاعوا أن يحوزوا التفوق العسكري فأمنوا بلادهم للغزو الأجنبي لا غزوة أجنبية الآن لبلاد الغرب بل هم يغزون واستطاعوا أيضا أن يؤطرون مولجا اقتصاديا حقق الرخاء وحقق التوزيع العادل للثروة إذن لا غل مجتماعي واستطاعوا أيضا أن يطبقوا الديمقراطية والتدامل السلمية على السلطة لذلك الاستبداد السياسي ولماذا عندنا التطرف الديني الإسلامي يقض لأنه ببلادنا غزو أجنبي مظلمة فلسطين التاريخية الوقحة وقاحة الصهائنة المستمرة وآخرها قتلوا هذا الصبي وحرقه وقاحة الحرب بلا سبب على العراق سنة 1960 حرب على أساس بلاغ الإسلامي 90 كذب 91 ثم أيضا استبداد السياسي ثم أيضا ظلم الاجتماعي ولذلك عندما توقي نظرة على العالم العربي والعالم الإسلامي المنكوب الآن العالم العربي المنكوب كلما كانت دولة أكثر تماسا بالغزو الأجنبي للبلاد العربية وكلما كانت أكثر تأثرا بالاستبداد السياسي وكلما كانت ظلم الاجتماعي أشد عليها وطأة كلما كانت الحركات والتطرف الإسلامي أكثر نشاطا واستقا واستقا ولذلك بلدنا والحمد لله ربما المليا لأنه في المآخرة لأن هذه الموقع المنكوبات أقل حضورا جدلية الأطراف ربما والمركز تطرحون لا على كل حال لا أنا لا أعتقد أننا في موريتانيا كنا إن كنا طرفا جغرافيا فلم نكن في يوم من الأيام طرفا حضاريا كنا دائما بالمركز الحضاري أو قريبا من المركز الحضاري جميل سعد سفير نقطة أخرى تطرح ندوات تدعو للسلم للإعتدال وسط ما أشرته عالم عربي يعيشوا العديد من الواقع الصعب حروب وغيرها من أمور كيف يمكن لهذا الخطاب أن يجد صدن وسط نمو هذه الحركات كما أشرت هي هذه الحركات العكس يلحي الحركات الآن نحن أمام جدل هذه الحركات تنمو كما شرحت لك الآن إذا كان الوسط إذا كانت هناك موقضات إذا كان هناك وسط من الغزب الأجنبي ومن الاستبداد السياسي ومن الظلم الاجتماعي تجد هذه الحركات البيئة الطبيعية لنموها لرفض هذه الموقضات الثلاثة وتجد التعاطف الشعبية معها والاكتتابة من عناصر الشعب لها إذا غابت هذه العناصر الثلاثة إذا غاب الغزو الأجنبي وحلت مظلمة فلسطين التاريخية وتحققت الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وتحققت العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل والصربة أكيد وظني أكيد أن هذه الحركات السلامية المتطرفة ستعود إلى جهورها وستظل نائمة لن تجد من يسمع قطابها ون تجد لها سامعا كما كانت قبل وكما هو الحال للحركات الدينية المتطرفة في الحضارات الأخرى طيب حدثت الثورات الثورات حدثت ولا زلت هذه الحركات تنمو في بلاد هذه الثورات ليبيا الآن وسوريا وغيرها من دول لكن لحال قضية الثورات التي حصلت والربيع العربي الذي حصل كل هذا موضوع خلافي إلى حد الآن الآن بالنسبة لي فيه إيجابيات لكن فيه سلبيات فيه سلبيات خلقية أصلا من الربيع العربي واكبة الربيع العربي في ليبيا كان فيه عيب خلقي من خلال مساعدة الناتو واستقواء بالأجنبي من هذه الإطاحة بنظام محلي لذلك كان ذلك عيبا خلقية أيضا في دول أخرى في سوريا أيضا هناك عيب خلقي ثم أيضا هناك ثورات مضادة هناك من لا يريدون للعربي ولا للمسلمين أن يستفيقوا من نومهم العميق هذا هناك من لا يريد للربيع العربي أن ينجح هناك من لا يريد للثورة العربية أن تنجح هناك أعداء للثورة هناك أعداء وطنيون مستفيدون من أظمة السابقة هناك أعداء أيضا خارج الحدود معروفون لذلك أنا أعتبر أن هذه الثورات على كل حال كانت في الفكرة شيئا حميدا وكانت أملا في نفوسنا أن تكون أيضا مش صلا وقطيعة مع الاستبداد السياسي والظلم الاستماعي لكنها للأسف الشديد في بعضها واكبتها عيوب خلقية ثم عاقب ذلك مؤامرات أجنبية ومؤامرات داخلية أجهضتها وشوهت صورتها رجاؤنا وحزاؤنا أن يتم تصحيح المسار وأن نتوصل إلى على أشلاء الدماء المنتشرة على أشلاء الدماء المنتشرة هذا على أشلاء الدماء المنتشرة للأسف الشديد نحن كلنا نأسبه لذلك لكن رجاؤنا وأملنا أن يتم تصحيح المسار لا بد من حركة إصلاحية دعوتنا ورجاؤنا أن تكون سلمية مئة في المئة هذه هي التي تصلح لبلادنا وتلك التي نتمنى وتلك التي نحلم بها أما تلك التي حمراء ومخضبة بالدماء ذلا هي لنا ولا نحن نصلح لها لذلك نرجو الله منها السلامة والعابية وأن يعابي البلاد العربية منها عاجلا نعم هناك نقطة أخرى سعد سفير وهي أنه هناك أيضا نموذج تونسي الناصع البيض كما يقال حفاظ على الثورة وحركات معتدلة ربما بالإشارة إلى النهضة وغيرها في وسط هذا البحر السوداوي تبرز نقاط بضع صحيح أن نموذج تونسي هو أحسن النماذج في دول الربيع العربي وأن تونس أيضا هي مهد الربيع العربي وأن الأمل كان معقودا عليها لاعتبارات أخرى من التاريخ النضالي ومن تكويل المصادر البشرية أيضا التونسية ومن تاريخ حركة النهضة السياسية التي حكمت البلاد بعد الانتخابات ومع ذلك كانت هناك عذرات كبيرة في هذا المسار توقعنا إن شاء الله أن يتم تصحيح المسار وأن تغلى تونس إن شاء الله نموذجا لهذا الربيع العربي الناصع وأن لا تتأثر خصوصا بالعدوى الجارة الليبية التي هي الآن بالأسف الشديد تتخبط في تغلام سياسي أرجو الله تعالى أن يزيلها من حاجة فسيفساء الحركات الإسلامية في البلاد الإسلامية والبلاد العربية بشكل عام هي فسيفساء كبيرة ومتعددة الأوجه والمناقب يمكن أن نقول كيف ترى هذه الفسيفساء لهذه الحركات وسط الاعتدال والتطرف والنظريات لكل هذه الحركات والتأصيل أقول لها بالنسبة للحركات بحسيفساء الحركات الإسلامية هذه معروفة هناك حركات إسلامية مدنية تؤمن بالديمقراطية وتداول السلبية على السلطة هذه حقها حق كل الحركات اليسارية والقومية تلك التي تؤمن بالديمقراطية وتداول على السلطة وبذقافة القانون وهناك حركات أخرى لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بالتداول السلبية على السلطة تلك هي حركات متطرفة وتلك هي التي تعمل خارج القانون خارج الديمقراطية. وتلك هي الخطر على الديمقراطية وعلى الاستقرار. لذلك الفرق بين واضح بين الإذنين الجلي يعرفه الناس. وبون شاسع. الآن كيف ترى المقاربة الموريتانية وانعكاسها على دول الجوار؟ نحن نعرف أن مالي دائما ما يهوي أفئدة سياسيها وغيرهم من القادة إلى موريتانيا. وربما حتى الجزائر في أحداثها الأخيرة. كيف انعكاس المقاربة الموريتانية على دول الجوار؟. في الحالية المقاربة الموريتانية من الأكيد أن فيها شقا يتعلق بالتعاون الإقليبي والدولي. لأن كما قلت لك أن مسألة الإرهاب هذه ليست مسألة وطنية خالصة. وإنما هي مسألة معابرة الحدود. لذلك لا يمكن أن تنظر لها مقاربة. وتضع لها مقاربة دون الأخذ بالاعتبار لبعد التعاون الإقليبي ثم لبعد التعاون الدولي. لا معلومات لدي حصرية دقيقة في هذا المجال. لأني لست من الإخصاص خريب منه. لكن معلومات أيضا تقديري أن التعاون الأمنية والعسكرية وأيضا الدبلوماسي وغيره موجود وحاضر بين دول الإقليم دول الساحل والصحراء التي تعاني من الخطر الأرهابي. ثم أيضا هو موجود بيننا وكل دول العالمي التي تكتوي بهذا. لذلك لا. لكن دعني أقول لك أقدم بعض المخترحات فيما يتعلقوا بالستراتيجية بالمقاربة الموريتانية. لا أدري إن كانت المقاربة الموريتانية في مجال محاربة تطرف العنيف. لأن ما يهمني أنا هو تطرف العنيف. صحيح. لكن تطرف العنيف بصورة المكبرة. تطرف العنيف ذلك الذي يشمل التطرف الديني الإسلامي. ثم يشمل التطرف العنصري والشرائحي والمناطق وكل صنو في التطرف هذا عنده روافد أعدد لك منها خمس رافد الأول هو فعلا انحراف الفكري معناها أولئك الذين يحملون فكرا إسلاميا متطرف أغلبهم الآن في السجون أو فارون في الحركات الشهادية في الساحل والصحراء هذا من روافد التطرف العني الرافد الثاني هو الإرذو أيضا إرذو الفوارق الاجتماعية الحقوقية في هذا البلد والرافد الثالث أيضا هو هذه المظالم التاريخية في فلسطين والعراق أو أفغانستان التي تلهم الشباب الموريتانية في اعتناقها لبك المتطرف ثم أيضا رافدوا الاستقلاب السياسي ورافدوا الفساد والتعالي على القانون ثم رافدوا التعليم كل هذه روافد كبيرة للتطرف كيف نقترح الآن مقترحات لتصحيح ورواقاية البلد لتطرف العني في كله أنا أول ما أقترح هو زيادة الميزانية العسكرية والأمنية لأنه يجب أن نعزز هذا المكتسب في القبضة الأمنية على الإرهاب حتى نحيده عن حدودنا ولا نقول بأنه كلما تتم تقوية المؤسسة العسكرية والأمنية وكلما كان ذلك على الخطر على الديمقراطية لا هذه نظرية قديمة متجاوزة والخطر الآن كبير جدا لذلك يجب تقوية المؤسسة المؤسسة الأمنية والعسكرية لإطلاع بهذه المهمة حصوصا ما يتعلق بأمن الحدود وملاحقة ومطاردة هذا بكل اقتراحي الثاني اقتراحي الثاني هو إنشاء جهاز سياسي وإداري كبير يُعنى بملف إرض الفوارق الاجتماعي ما أسميه إرض الفوارق الاجتماعي يُعهد إليه بشخصية وطنية تفوءة مستقيمة بوق كل الشبهات ويمول عن طريق ميزانية الدولة وخصوصا أيضا عن طريق ضريبة تستحدث تسمى ضريبة التضامن على الثروة حتى يشعر الفقراء الذين يحترقون الآن بالفوارق الاجتماعية ويُطفأ غيظهم بأن الأضنياء يساهمون في هذا المجهول بدأ مختير ضيق سعد السفير إذن هذه بعض المقترحات أضعها كيف ترى مستقبل محاربة التطرف والغلو؟ في موريتانيا أرى مستقبله في موريتانيا إن شاء الله منحسر أراه الآن ينحسر كما قلنا نتيجة استراتيجية الماضية كما قلنا بأنه لم يعد هناك لم نعلم بكبير اكتتاب من شباب الموريتاني ثم علمنا بتوبة الله رأينا توبة بعض الشباب الموريتاني وطلعت يوم أمس على رسالة لبعض الشباب في السجون يريدون الحوار ويريدون التوبة إذن بما أنا أتوقع مزيدا حسار للمد التطرفي في موريتانيا جميل ثم أتوقع له أتوقع له أيضا في العالم الإسلامي كله أيضا شيئا من الضعف إلى إن شاء الله يختفي من الخارطة الإسلامية سعد سبير لكن ذلك لن يتم لله بجهد كبير ومشترك أركانه متعددة لكن حد أركانه هي ما أسميه إطفاء الموقضات إطفاء الموقضات التطرف والتي هي الغزو الأجنبي والاستبداد السياسي جميل سعد سبير المختار والداي شكرا لك كان حوار ممتع وهو وجه آخر لدبلوماسيين الذين ربما تحرمهم الأعمال الدبلوماسية من الإطلالات الإعلامية القليلة شكرا لك سعد سبير نتمنى أن نجد رقاءات قادمة تحيات موسى كوناتي في إخراج المشهد لأول مرة على الصوت وعلى الصورة تحيات داهي عقوب غدا قراءة في مشهد جديد يغيب أبو بكر إلى ألاك ربما غدا محفوظة لك في أمان الله شكرا لك شكرا لك